طيب قليلا ندخل في التفاصيل ونشوف أولا هذه التعديلات من يحق له تسجيل وحدته العقارية أو أرضه أو أي حجام لك القانون 29 أعطى الحق لكل مواطن أن يسجل العقارة هذا القانون سوف ينقل مصر نقلة اجتماعية اقتصادية في المقام الأول على أساس إيه؟ في هذا القانون سوف تتحول جميع العقارات الموجودة داخل جمهورية مصر العربية من عقارات غير مسجلة أو عقارات قابلة للتسجيل إلى عقارات مسجلة على هذا الأساس تم وضع نماذج لكل حالة على حدام يبقى نماذج الحالة الأولى اللي هو بيحوز حيازة هداء مستقرار بذلك خمس سنيني ويدعمه إسأل قهرباء إسأل نور إسأل غاز مرافق أين كان السبب اللي بيحيز نحن ندخل في الحالات حالة حالة ولكن خلينا نعرف أولا إيه هي الإجراءات وإيه هي المستندات المطلوبة بعدين ندخل حالة حالة بقى عشان كل حالة لها كذا الإجراءات بقى ما هي الإجراءات وما هي المستندات المطلوبة طيب لما نجي نتكلم في الإجراءات نقول فيه مرحلة بتصبق إجراءات الشهر العقاري اللي هي؟ اللي هي مرحلة الرفع المساحي الرقمي وهذا ما أوجده القانون الحديث وما استوجبه القانون الحديث يعني قبل ما تروح لازم تعمل رفع المساحي قبل سيد المواطن ما يتوجه إلى الشهر العقاري فعليه أن يولي واجهه شطرة الرفع المساحي حنرجع للرفع المساحي ونعرف بيجيبه منين المواطن ولكن بعد ما هافرد معاه الرفع المساحي بيجي بقى إيه الإجراءات اللي بيروح للشهر العقاري وهنرجع للرفع المساحي طيب لما يبقى المواطن معاه الرفع المساحي يبقى هو عارف الوحدة بتاعته هتتسجل بعقد مسجل عقد مشهر أو ما هو عارف كل واحد عارف هو سنده إيه؟ لأن تم النمازج في القانون محددين على سبيل الحصرة تم النمازج إيه النمازج دي بقى؟ النمازج لكل حالة نموذج يعني حالة وقعية ده نموذج اللي هو إيه الحالة الوقعية؟ واحد قعد في مكان وممعه شي توكيل أو عنده حلقات عرفية جميع هذه الحلقات العرفية غير مسجلة ولكن هو مع عقد يبقى ابتداء ومع حكم الصحة التوقيع فقط معها عقد يبقى ابتداء ومعها إيصال قهرباء معها عقد يبقى ابتداء وإيصال نور أو شهدة ميلاد لأحد من أولاده حائز هذا المكان حيازة هادئة مستقرة وحسن نية بقصد نية التملك من وقت نشأة الحق حتى تاريخ التسجيل يبقى الحيازة ده سنده في نقل الملكية المادة عشرة اللي استحدث هذا القانون مادة عشرة مقرر وهي أوجد طريق جديد من طرق نقل الملكية العقارية وهي طريقة الحيازة الهادئة ده أول واحد تاني تاني نموذج قريت يا جماعة النمازج دي تبقى معنا على الشاشة لو سمعت ده نموذج رقم واحد وده هيمثل 70% من الطلبات اللي هتقدم عندنا 70% من النمازج؟ طبعا يا فندم ليه يا فندم؟ لأن الاقتصاد العقاري أو السوق العقاري بيتداول كله بحلقات عرفية عرفية يعني معي عقد بيأتدائي بيأخذ عليه حكم الصحة التوقيع وبيستقر في الوحدة بتاعته أو على العقار بتاعه وهذا النظام بيتداول وهذا النظام يتداول من مواطن لمواطن لمواطن فبتتعدد حلقات البيع العرفية وذلك يعد اقتصاد خفي بيوع عرفية بعيدة عن أعين الدولة بعيدة عن نظر الدولة لا البايع بيدفع ضريبة العقارية ولا المشتري عارف يسجل عارف يسجلها في يبيعها بعد كده ولا يعرف يتداولها بعد كده يتداولها بإجراءات عرفية كما تملكها بإجراءات عرفية فده بمثل 70% من اللي عنده الكاسحة للعقارات سوف يكون هذا النموذج هو المعيار الأول للملكية العقارية ده نموذج التاني اللي هي وحضرتك من تسجيل من عقد مشهر يعني حضرتك معك عقد مشهر وعقد في الوحدة مشهر يعني إيه يعني في الشهر المسجل مسجل عندنا في الشهر العقار ده موضوع سهل سهل جدا ده نموذج سهل جدا ما هو معاك أنت بسعادتك معاك السند الملكية اللي هو البايع ومعاك توكيل أو البايع هيجي يوقع لي ده إجراء سهل طيب الحالة الثالث دعوة صحة نفاذ ونفاذ ده برضو حالة من الحالات فيه مواطن بيرغب الحصول على حكم صحة ونفاذ نموذج الرابع وهو نموذج حكم صحة ونفاذ الأحكام اللي كانت صادرة وإحنا كنا بنبحث فيها الملكية هذا القانون رفع عن كاهي لمصلحة الشهر العقاري بحث الملكية فجميع هذه الأحكام التي انتهت منازعة سوف يتم تسجيلها بدون بحث ملكية آه يعني بحث تسلسل الملكية جاي منين حنا كنا فاكر حضرة كنا بنبحث ندور بقى ونين كان صاحب الشقة ولا مش مالك لا دلوقتي مجرد الحكم اللي منتهي منازعة فهي ده حالة من الحالات التسجيل الأحكام اللي منتهي صلح ده النموذج الرابع اللي بينتهي صلح برضو بيتسجل يبقى احنا عندنا النموذج النموذج الخامس وهو نموذج يبقى شر إرس وعاد مسجل والرهنة الحيازي والرهن الرسمي ده برضو من دمن النموذج الواجب تسجيلها هذه النموذج اتعملت على أساس كل حالة على حدة وكل نموذج بمصروفات معينة ورسوم إدارية معينة